قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مقابر الخالدين ستكون بديلا لمقابر صلاح سالم والتي أصبحت لا تصلح لعملية الدفنة موضحا أنه سيتم تطوير منطقة المقابر وإنشاء حضائق ومتنزهات أو مجموعة من الطرق والخدمات وضف مدبولي في تصريحات عقب تفقده مقابر صلاح سالم أنه سيتم إنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة تنفيذا لتكلفة الرئيس عبدالفتح السيسي مشيرا إلى أنه لا يجوز ترك هذه المنطقة دون حلول مبينا أن طبيعة المنطقة كونها منخفضة تجمع المياه وهو ما يؤثر على المقابر نحن نوفر بديل إنساني وديني ويقدر أنه يراعي حرمة موتنا وده الحقيقة الدولة المصرية فعلا موفران النهاردة على الطرق السريعة وبدأت فعلا عمل حصر وفيه النهاردة أكتر من 20 ألف مقبرة انشأت وحتنشأ في خلال الشهور القليلة القادمة علشان تبقى بديل إن إحنا ننقل الأماكن اللي هي خلاص أصبحت واضح تماما زي ما حاركم شايفين إنها لا تصلح لعملية الدفن هي دي النقطة اللي لازم كلنا ناخد بنا منها طب هو إيه اللي حيتعمل هنا؟ اللي حيتعمل هنا في إطار نفس التخطيط إن إحنا لإن طبعا دي من الناحية الدينية ودي درسناها ماينفعش يتعمل فوق المقابر القديمة غير إما حضائق ومتنزهات أو مجموعة من الطرق أو الخدمات مش خدمات مبنية مفيش حاجة تتعمل ممنوع إن نبني أي مباني عشان أأكد هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر